الثانية صباحا نتواجد الآن بالمؤسسة العمومية الاستشفائية عشر زيان بولا جلال أين يوجد عديد الجرحى والمصابين جراء الحادث الأليم الذي وقع بالطريق الوطني 46 مساء أمس بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنتين لنقل البضائع وهنا بهذه المؤسسة تقدم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى الساعة الثامنة مساء كانت توقيتا حزينا ببلدية الشعيبة بولا جلال حين اصطدمت هذه الحافلة بشاحنة لنقل البضائع في حادث خلف وفاة ثمانية أشخاص الوقت اللي مشاء شوي الشوفور شلق يدوب لي لقى الطنوبيل قدامه تخلف في الطنوبيل لذيك الوقت الحالي خرجنا خرجتنا الكار البرى كين اللي خرج على الكار وكين اللي قعد الوسط حاصل كل وعد كيفاش مني نخرج الشعي هنا تقريبا أفاس أفاس في الكار بعد الحادث وقع بالطريق الوطني رقم ستة وأربعين ومنه نقل الجرحى إلى مستشفى ولد جلال أين يتلقون الرعاية اللازمة استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية المؤسسة المؤسسة الاستشفائية ولد جلال على إثر حادث المرور الأليم ثمن وفيات وعشر جرحى تلقوا الإسعافات الأولية على مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية حيث تم قيام بعملية جراحية لشخص واثنين على مستوى المصلحات الرعاية المركزة والباقي حالته مستقرة تدخلت مصالحه في عدد ساعة ثامنة وعشر دقائق لأجل حادث مرور للأسف مميت بالطريق الوطني رقم ستة وأربعين الرابط بين بسكرة وولاية المسيلة في منطقة بيرن عام عند الحجرة الكيلومترية ميامياء وستة وأربعين حيث كان هذا الحادث تمثل في استدامة حافلة نقل المسافرين بشاحنتين لنقل البضائع خلف هذا الحادث للأسف ثمان وفيات ومستعش جاريح من بينهم تسعة في حالة حريجة وتبقى الحيطة والحذر واحترام قواعد المرور أساس الحفاظ على الأرواح